يعيش العراق منذ سنوات أزمات عديدة في جميع المجالات ولعل من أبرزها ما يهدد حياة وعيش وزارة العراقيين وزراعة مستقبلهم إلا وهي أو ألا وهي أزمة المياه التي تتصاعد عاما بعد آخر والتي أصبحت ملامحها واضحة في الشارع العراقي من خلال جفاف العديد من البحيرات فضلا عن العواصف الترابية التي باتت تمكث بأجواء البلاد التفاصيل في هذا التقرير جفاف في العراق يعتلي صدارة الأزمات التي يعاني منها هذا البلد والتي لا تكاد تنتهي خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي انحسرت فيها مياه نهري دجلة والفرات وتعرضت بعض البحيرات إلى الجفاف الكامل وسط انتقادات وجهت للقوى السياسية لانشغالها بقضية تشكيل الكتلة الأكبر وتقاسم المناصب وطرح المبادرات دون تضمينها ما يعالج قضية شحة المياه والخطر الذي يهدد الثروة الحيوانية والزراعية إذ يشهد العراق للعام الثالث على التوالي سنة مائية شحيحة نتيجة عدام الأمطار وقلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران التي قطعت معظم مياه الأنهر المتدفقة من أراضيها نحو العراق طوال الأشهر الماضية العراق الغني بالنفط والغاز يعد أحد خمس بلدان في العالم هي الأكثر عرضة للتغيير المناخي والتصحر وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي إذ حذر تقرير للبنك الدولي مؤخرا من أن مياه العراقي والذي يعد مهد حضارة بلاد الرافدين تتجه إلى انخفاض قد يصل إلى عشرين بالمائة في السنوات المقبلة وفي خضم كل ذلك تبدو الحكومة عاجزة عن مواجهة كارثة زراعية وحياتية بسبب أزمة جفاف أججت نيرانها قلة الأمطار والتغيير المناخي فضلا عن مشاريع تركيا وإيران على الأنهر المشتركة وعلى رأسها الفرات ودجلة فماذا سيحل ببلاد الرافدين إذا جفت مياهها ونظب نفطها؟